السلام عليكم ازايكوا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هيجون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة اي بوكسي ورلد فيديو النهاردة والاول مرة على قناة اي بوكسي ورلد هنعمل تجربة بسيطة من اولي بالسيليكون تابع معي الفيديو ده للنهاية واتنساش تعمل لايك وشير في البداية التابعية احنا لازم نكون عارفين ان الريزن ليه اضرار فعشان كده حضرتك لازم تكون لابس الماسك وكمان الجوانتي فيديو اضرار الريزن موجود على القناة بالفعل تقدر ترجع للفيديوهات القديمة وتتفرج على فيديو اضرار الريزن علشان تتفادى كل الاضرار وازاي تتعامل مع مادة الريزن اي بوكسي او الاي بوكسي ريزن تمام بعد كده انت لما بتيجي تشتري بتشتري الادوات الاساسية والرئيسية اللي هي لا غنى عنها من اهمها الميزان الحساس اول حاجة انت بتشتري مادة الريزن بتاخد نسبة الريزن بتاعتك على حسب نوع الريزن اللي انت شغال به لان جميع انواع الريزن مختلفة النسب وكمان مختلفة المواصفات الفنية مش هتلاقي نوع زي التاني فالفكرة حاول انك تسأل الاول على المنتج اللي انت هتشتريه وحاول برضو انك تعرف انت هتشتغل ايه او هتعمل ايه علشان النوع اللي انت هتشتريه هيقوم بالعمل ده فانا بقولك انا بشتغل بكل الانواع علشان كده انا بوظهرش منتج الريزن حاليا معايا في اي فيديو لان انا الانواع عندي كلها واحدة لان انا بمشي يعني كل الطرق الصحيحة علشان القطعة تتصلد مني وما يكونش فيها اي مشاكل بابدأ دلوقتي ان انا باخد كمية الريزن ومعاها كمية المصلب بعد كده بيتم التقليب بهدوء وبالراحة وفي اتجاه واحد علشان اتفادى فقعات الهواء او الميكرو بابلز مع العلم ان جميع الانواع اللي انت هتشتغل بيها او هتشتريها كلها هيكون فيها بابلز بنخرج البابلز باكتر من طريقة ومنها اننا بنقسم كوباية الريزن بتاعتنا بعد التقليب على اكتر من كوباية فانت كده بتقلل كسافة مادة الريزن وكمان بتقلل فقعات الهواء والميكرو بابلز بتخرج لوحدها زي مواضح قدامك دلوقتي انا خدت كمية الريزن مع كمية المصلب مع العلم ان الكمية اللي باينة قدام حضرتك دلوقتي دي كمية كبيرة وانا هصور بيها اكتر من فيديو او يعني هصب بيها اكتر من قالت فعشان كده حاول انك تعمل كميات بسيطة على قدك لو حضرتك مبتدئ لو حضرتك مبتدئ حاول انك تعمل حاجات بسيطة في البداية علشان انت ما تغلطش او يعني ترمي الكمية الباقية بعد معرفت كل التفاصيل والتقليب والنسب والنوع الملائم والمناسب والماسك والجوانتي والكلام ده كله هتيجي بعد كده مرحلة خلط الوان الريزن طبعا متفقين وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان الريزن له الوان كتير قوي ممكن تلون بيها منها الوان المايكا والبيجمنت والشفافة والمعتمة والفسفورية في الميتاليك في البودر في الفسفوري فيه الوان كتير قوي من اشهر الالوان المستخدمة في مجال الريزن هي الوان المايكا والبيجمنت فيه منها بودر فيه منها سايل احنا النهاردة هنعمل حوالي اربع كبيات مختلفة الالوان علشان برضو التجربة تكون صحيحة من الاول للاخر كده فجربة فيديو النهاردة ان احنا هنصب في اوالب بس مش اوالب مخصصة لمادة الرزن هنصب في اوالب مخصصة للسلصال الحراري الناس كتيرة سألتني في الموضوع ده عندنا اوالب سلصال حراري ينفع نصب فيها رزن عندنا اوالب مختلفة غير اللي موجودة في مجال الرزن ينفع نصب فيها طبعا انا ما كانش عندي اجابة للموضوع ده فانا قلت اعمله تجربة وكل الناس تستفيد طبعا مادة الرزن او مجال الرزن عموما بيكون لي اوالب مخصصة به ودي طبعا اللي احنا شفناها وعرفناها وبنصب فيها على مدار سنتين ثلاثة من خلال قناة ايبوكسي وورلد وكمان الاوالب كلها معروفة اشكالها ومقاساتها واحجامها واسعرها لو انت عايز الادوات والخماية والاوالب ومادة الرزن كلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو او من خلال كاتالوج الواتساب برضو اللي موجود تحت الفيديو تمام طيب في اوالب تانية اسمها اوالب اللي هي السلصال الحراري في اوالب تانية خاصة بموضوع الشموع اللي هو الناس اللي بتشتغل شمع في ناس بتشتغل جبس واسمنت في ناس عندها اوالب شوكولاتة اللي هو بتاعت الحلويات هل كل الاوالب دي تنفع؟ احنا النهاردة زي ما قلتلك الموضوع بتاعنا ان احنا هنجيب اوالب مخصصة للسلصال الحراري وهنصب فيها مادة الرزن وهنشوف التجربة النهائية وعلى فكرة برضو انا مش هحكم من الفيديو ده انا هجرب اكتر من فيديو اكتر من قالب لاكتر من مكان واكتر من شكل علشان نشوف مع بعض التجربة النهائية هتكون عاملة ازاي تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكريب زي المواضح قدامك دلوقتي انا جبت كوباية الرزم بتاعتي قسمتها على اربع كوبايات الكوباية الاولى لو انتهى باللون اللي هو اللون المايكل بصلي تاني كوباية انا ما جبتش لون انا جبت الجليتر تالت كوباية هلونها بلون ميتالك تركوازي اللي هو اللون المايكلة برضو يبقى احنا كده شغالين ان احنا برضو بنلون مادة الرزم بتاعتنا باكتر من لون وباكتر من عامل وباكتر من طريقة علشان برضو نشوف التجربة النهائية يعني مش الغرض ان احنا نلون الغرض ان احنا نشوف هل الالوان وبعضها او من غير الوان او الجليتر الشكل انها هيكون عاملة ازاي حضرتك دلوقتي انا مستمري في خلط وتلوين مادة الرزن بس انا عايز انبه على حاجة لو انت بتتفرج عليها الاول مرة حاول انك تستفيد من الفيديوهات القديمة الفيديوهات القديمة فيها معلومات كبيرة جدا فيها معلومات هقولك اكتر من اللازم عكس الفيديوهات اللي بتنزل حاليا لان انا مش هكرر الكلام فلو انت بتتفرج عليها الاول مرة حاول انك ايه ترجع للفيديوهات اللي فات ولو انت مبتدئ نصيحة ما تشتريش ادوات وخامات كتير. وممكن تشتري باكتج المبتدئين اللي احنا موفرينه على القناة. هتلاقيه برضو اللينك بتاعه تحت. وتقدر تطلبه من خلال رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو. تمام? تمام. نيجي في المرحلة اللي بعد كده. ايه هي المرحلة اللي بعد كده? خلاص انا لونت الريزن بتاعي. يعني لونته. هبدأ ان انا اجيب قالب سيليكون سلصال حراري. قالب سيليكون سلصال حراري. والقالب ده انا عندي كده ما اعرفش جالي ازاي. يعني مش فكرة هو مين اللي بعته دي. تمام? عندي بقاله فترة. بس انا ما كنتش عارف اشتغل في ايه او اصب في ايه. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب قالب السيليكون ده. وهبدأ ان انا اصب فيه. القالب ده زي ما باين قدامك كده. يعني مش عارف اشكاله كده. يعني هو مخصص للبيبي للولادة للاطفال حاجة شبك كده. يعني هو فيه هوت حاجات غريبة اوي. تمام? هبدأ دلوقتي ان انا اصب المادة بتاعتي. عادي بقى. يعني المادة تلعب برا خرجت جوة. انا مش فارق معي الشكل. انا فارق معي النهاية هتكون عاملة ازاي? الشكل النهائي هيكون عاملة ازاي? هل هو بيلمع? هل هو مطفي? هل هو كويس? هل الاولي بديت تنفع? الكلام ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في فيديو النهاردة. تمام? زي ما واضح قدامك دلوقتي انا بصب بمادة ترزم بتاعتي. القلب صغير جدا نخلي بالك. اه يعني هو صغير مش كبير. ملمسه غريب. يعني الملمس بتاعه غريب. مش الملمس بتاع الاوالب اللي احنا عارفنا بتاعت الرزم. بعد ما بخلص صب المفروض انك تسيب القلب بتاعك مدة اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة على حسب ما الرزم بتاعك ينشف معك. تمام? بعد المرحلة دي هنبدأ ان احنا نجيب قلب السيليكون بتاعنا تاني. ونبدأ ان احنا نخلع القطع بتاعتنا من قلب السيليكون. انا عايز اقول لك هو انا ما تصدمتش او يعني مش عايز اقول لك ما تفاجهتش كمان لان انا كنت متوقع حاجة زي كده. الاشكال اللي طلع من قلب السيليكون مطفية من الوجه الملمس للقالق. تاني تاني الاشكال مطفية. هتلاقيها بتلمع من فوق لان ما فيش حاجة ملامسة فوق. انما مادة الرزم اول ما لمست القالب القطعة طالعة ايه? مطفية. واكيد احنا مش هنحب بحاجة شبه كده. اكيد احنا عايزين الشكل بتاعنا بيلمع. ده مادة الرزم. والفرق بين قدامك دلوقتي. ما بين الشكل الملامس للقالب وما بين الشكل الملامس يعني اللي هو موجود فوق. هو مش ملامس لحاجة بقى. يعني الوش اللي فوق بيلمع. انما اللي تحت مطفي. هل ده عيب الرزن? لا ده مش عيب الرزن. هو ده استخدام قالب السلصال الحراري. هل دلوقتي القالب ده وحيد? لا فيه اولب كتير او خامات تانية. فاحنا هنجرب خامات تانية في فيديوهات اكتر بكتير. علشان نقول التجربة الصحيحة ونقول المعلومات الصحيحة. يبقى انا كده نقلت التجربة من خلال فيديو اللي هو الفيديو النهاردة ده. علشان الناس اللي كانت بتسألني احنا عندنا اولب سلصال حراري ينفع نشتغل فيها ولا لا. يبقى انا كده وريتك النتيجة هو وريتك التجربة. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي. بتمنى من كل الناس بتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة